وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بحاكم دبي في بلده الثاني مصر والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور خمسين عاما على إقامة علاقات ديبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات وأكد الرئيس السيسي ما يجمع البلدين وشعبهم الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشتركة معربا عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد داعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه أعرب بن راشد عن الامتناني للرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي فضلا عن الدور الهام الذي تطلع به الجالية المصرية في الإمارات كجسر حضري يربط البلدين الشقيقين ومثمنا دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصاعدين الداخلي والدولي